أرحب بإخوتي الكرام القادمين إلينا من كل مكان فرحاً معنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميته وفرحاً بهذا الشهر المبارك الذي من الله فيه علينا بمنود السيد الوجود وعلى شهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان ذلك فرحاً في قلوبنا وإمتناناً منا للتبارك وعلى شهر المنزلة القرآن الكريم من التهاد من البيضاء للحقم للتدعون للمسلمين في تسبيل طريقه إن الله تبارك وسعى عبادة وسلوصاً 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 كل هذا سولاً إلى رضا الله الله تبارك وتوصلاً إلى رحله وكرمه وإذا جئتم دينة تستقبلكم لا تملككم تستقبلكم بقلبها بمسللها تستقبلكم بمسيدها تستقبلكم بأفراد هذه المدينة كلهم جميعاً تستقبلكم في قلوبكم في قلوبكم في بيوبكم في إخوة يحبكم كمانهم ومحباً تستقبلكم بأفراد هذه المدينة كل مكان ومكل فوج عميق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره ونحن كيف نفعل هذه المدينة لا نفعله شركاً ولا نفعله خروجاً عن الشريعة لا نفعله محبة في رسول الله اتفالاً بيومه صلى الله عليه وسلم وإلى مدينة حقاً يعطي أملاً كبيراً لأن قوة الباقية قادرة على جدادها من كل مكان ليجتمعوا على شيء هو بياناً بقلوبهم من محبة رسول الله وبياناً ما في قلوبهم من الإيمان بهذا الدين الذي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبياناً على أن الأخوة الإسلامية تأتي دائماً إلى التناصر وإلى آزر وإتقاب وإلى الوحدة التي نزنى للإسلام قوة تنمية حذرة على لكل معتد وهذه الأيام أنا أعرف أنه هجمت على جد كل مكان من أعضائها غير من أعضائها المنتسبين لغير أديان الإسلام وهم بحذر الإسلام بكل ما يملكون بكل ما يملكون زكاين بكل ما يملكون من علم وتن تكنولوجية كل هذا سخروها لأجل دفع لأجل رفع الإسلام عن قبل المؤمنين ولأجل تشكيك المؤمنين عابتهم حتى يكونوا أفاء دائماً وحتى يكونوا دائماً تحتارتهم وتحتامتهم فإذا شاءوا مننا أن يشعلوا بيننا وقتلوا من ذلك وإذا شاءهم أن يأتوا ينهبوا أموالنا ويذهبنا ينفسهم وإذا شاءهم يجعلنا نقتلوا بعضنا بعضاً يقتلوا أخ أخ أغاه ويقتلوا صديقه ويقتلوا زوج زوجه ويقتلوا زوج بنته كل هذه هذه المآسي تحصل على صحة الإسلام على صحة الإسلام ليضحك علينا أعداؤنا ونحن لا نفيق أبداً في هذه المصائب التي لنا قوة دفعها بالوحدة فيما بيننا بالوحدة في في إقامة شريعتنا بالتمسك بالقرآن بتمسك بكتاب الله بالأخلاق العالية التي ورثناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبنا عن جد إلى أهل مجراء فإذا نحن تمسكنا بهذا الماضي العظيم العريق التي ماضي نور الدنيا ونشر العلم في الدنيا ونشر الأخلاق الحميدة في الدنيا كل هذه ماضي لنا نملكه ونستطيع أن نعود إليها يوم نشاء أن نعيد إلى أنفسنا عزتنا وكرامتنا وأنه أن الإسلام أن الإسلام يغلب دائما ولا يغلب إن الإزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون ومشاكل العلم الإسلامي كثيرة مشاكل في مالي ومشاكل في نيجريا ومشاكل في سودان المسلمون بعضهم بعضا يقتلون بعضهم بعضا يقتل يقتل أب أب اب ويقتل اب أب ويقتل زوج ويقتلون بناتهم ويقتلون أزواج بناتهم وزوجات أبنائهم كل هذا من يخسر في ذلك لا نخسر إلا نحن فيجب أن نعيد نظرة في أنفسنا وفي تاريخنا وفيما يجب أن نفعله في هذا العالم من الحضارة العظيمة حضارة الإنسانية الكريمة التي ساد قرونا طويلة على هذه الدنيا وعلمت الدنيا العلوم كلها ولكن بعد غلبة الاستمار علينا لهواننا وبعد أن سيطروا على بلادنا وأموالنا دائما يريدوننا أن نبقى هكذا حتى يكون دائما لهم كما يحبون وكما يريدون يجب أن ننتهي من ذلك يجب أن تكون هذه الاجتماعات الكبيرة لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم إلى أخلاق رسول الله لنتعلم إلى أخلاق رسول الله كيف يكون الإيمان لنتعلم من أخلاق رسول الله كيف يكون الجهاد في سبيل الله لنتعلم من رسول الله كيف يكون العلم وكيف يوصل إليه لنعلم من أخلاق رسول الله كيف تكون الأخوة الإسلامية لنتعلم من رسول الله كيف نبني أنفسنا على أساس متين من القوة الإلهية الربانية كل هذا ممكن أن نعود إليه ونتحصل له إذا عزمنا يوما في يوم من الأيام أن نكون كذلك لابد أن نكون لأن هذا ضمان من الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا أربكم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ويدافع الله تبارك وتعالى عن هذه الأرض بالفساد بالمؤمنين الذين أمنوا بالإسلام صدق ذلك من صدق وكفر من كفر ولكن لا يغير من الحق شيئا أن الكتاب الله تعالى القرآن الكريم هو ضمان بقاء الخير وبقاء الإنسانية وبقاء الوحدة كل هذه كتابنا الكريم الذي أنزل من الله تبارك وتعالى نهنئكم ونهنئنا هذا اللقاء الإسلامي الإنساني العظيم الذي يتعارف بعضنا إلى بعض ونزدارب بعضنا لبعض ونتقارب إلى بعضنا حتى نعرف ما هي حقيقة مشاكلنا التي تدفعنا دائما إلى أن نكون في الصف الأخير نقتل بعضنا بعضا ونشتم معنا بعضا كل هذا ليس إلا من غفرتنا وليس إلا من أننا دائما كما قال الإبن الخلف الغالب المغلوب معجب دائما بالغالب ونريب أن ينتهي هذا الإعجاب لمن غلبنا وشتتنا وضعنا وشتت شملنا وقوتنا نرجو من الله في من من الأيام أن نجتمع علماء المسلمين وكبارهم ومفكريهم أن في مكان ما هنا في مدينة أو في سودان أو في مصر أو في أي مكان إساني ندرس أحوالنا جد ترجمة نانسي قنقر